هو عامشة عامل كده يعني ممكن نعملها كده يا رب يعني يا رب 11 يعني تبقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله بكرة لكن خلينا اتكلم مع حضراتكم دلوقتي لازم حضر يعني وإحنا بنتكلم مع بعض لازم تبقوا حضراتكم عارفين وأنا متأكد مليون في المية كرة القدم كرة القدم 3 نتائج لقدر الله خسارة تعادل طبعا في هذه المباراة ما فيش تعادل لكن يا مكسب يا خسارة في هذه المباراة وبالتالي كل اللي مطلوب من كل اللاعبين خلال الفترة اللي جاية أو خلال التسعين دقيقة بكرة من الساعة تسعة ولو طولنا لإكسترا تايم وركلات جزاء كل اللي مطلوب هو بس لأقصى مجهود زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة كل حاجة بتتعمل من اليوم اللي اتبعت فيه رسمي وحتى هذه اللحظة كل حاجة عملت من مجلس إدارة النادي الأهلي لدعم فريق كرة القدم بكل حاجة دعم فريق الكرة معنويا وماديا وجماهريا من خلال إن أنا باخد عشر تلاف تسكرة وبوزع بعض التذاكر أو كل التذاكر على الجمهور المتواجد هناك مجموعة كبيرة من الجمهور اللي سفروا من هنا راحوا على المغرب خلال الأيام السابقة بكرة كمان في سفر لبعض من الرحلات الجماهير اللي هي رحلات اليوم الواحد وهي اللي عملت أو هي اللي هتعمل أعداد مهمة إن شاء الله في مباراة بكرة وبالتالي إحنا شايفين الكل الحقيقة بيحاول يعمل شيء واحد فقط وهو تهيئة الأجواء لهؤلاء الأبطال إن هما يبذلوا أقصى مجهود النتيجة دي بتاعت ربنا محدش يزعل مني محدش يقول لي لأ أنا بتكلم كلام واقعي وكلام حقيقي محدش يزعل إحنا بكرة شاء الله ربنا يكرمنا نموت نفسنا تسعين دقيقة لو فيه تلاتين دقيقة نموت نفسنا فيهم علشان في النهاية النتيجة دي بتاعت ربنا رجالة الأهلي دايما قد التحدي رجالة الأهلي الكل بينتظر منهم أفضل شيء في الدنيا كلنا بننتظر محدش نام يعني كل ما قد مع حد أهلاوي يقول لي عم إسلام أنتوا نمتوا إحنا ما بننامش يا جماعة والله ما بننامش كأهلاوية للقلق إحنا قلقانين القلقانين لأنه المباراة صعبة في ملعب صعب وسط جماهير بتحب فريقها جدا بتشجع فريقها بمنتهى منتهى الحماس زيهم زي جمهور العالم كله الاختلاف الوحيد أن أنت بتلاقي بالنادي الأهلي الاختلاف الوحيد أن أنت حتلاقي ولو ألف واحد من جمهور النادي الأهلي حتشوفوا هيعملوا إيه في الاستاذ اسألوني أنا معلش يعني أنا آسف أن أنا بتدخل أو بدخل أنا في هذا الموضوع لأنه أنا اللي شفت أنا شفت في الصفاقسي 14 جمهور 14 واحد كانوا ورانا في الصفاقسي 14 واحد في 2005-2006 واستاذ الرادس ده كله مليان على آخره واللي 14 واحد مسكتين الـ 50-60 ألف أنا شفت ده بعناية كلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا مش بتحك عليكم بكلام أنا شفت الكلام ده بعناية الناس شافت 14 مشجع منهم كان واحد لسه بتجوز وبيعمل الهانيمون بتاعه بيقضي أنا فاكر كويس جدا عشان كده أنا فاكر العدد 14 مشجع أهلاوي في مباراة الصفاقسي ألبوا الدنيا ألبوا تونس كلها باحترام وأدب وبأخلاق وبأخلاق الأهلوية بأخلاق المصريين والأهلوية هو ده اللي احنا بننتظره بكرة هو ده اللي احنا مستنيينه بكرة الأهلوية لو ألف واحد لو هم ألف اللي حيبقوا موجودين بكرة معرفش بقى اللي حيقول لي جايين من هنا ولا جايين من هنا ولا أنت جبتهم في الكلمتين اللي الواحد قالهم أي حاجة بتحصل مش فارق معايا حاجة أنا اللي فارق معايا إن أنا بكرة 90 دقيقة من نار 90 دقيقة أموت نفسي وأعمل أقصى موجود في 90 دقيقة وبعد كده نتيجة دي بتنش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك نتيجة دي بتاعت ربنا ربنا بس